أكيد مستمرين بفقراتنا هذا الصباح وختامها منسك اليوم نتحدث عن أحد المشاريع التنموية الجميلة جدا اليوم نتحدث مع المحامية إسراء ضوية المحادين المدير التنفيذي لمركز قلعة الكرك والحديث عن فعليات مشروع سوق الكرك الأسبوعي التراثي جارت القلعة الذي سيقام بعد غد الجمعة وهذا السوق سيكون طيلة أيام السنة كل يوم جمعة سنتحدث أكثر مع أهل معظفتنا إسراء يسعد صباحك يسعد صباحك صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين والمشاهدات وكل عام معمار الوطن بخير شكرا للاستضافة أستاذ إسراء نحن كنا قبل أشهر عديدة نتحدث عن هذا المشروع كفكرة واليوم جايين نحتفل بأنه رح نفتتحه إن شاء الله يوم الجمعة وقديش رح يوفر فرص عمل يعني رح يوفر العديد من الفرص لسيداتنا وشبابنا حتى الأشخاص ذوي الإعاقة نرجع نتحدث عن هذا المشروع كيف أجدكم فكرته واليوم على أرض الواقع كيف طبقنا صحيح يعني شكرا كتير لأنه لما تحدثنا من خلال برنامج يوم جديد المرة الماضية كانت الفكرة بإطار الصياقة والتحضير والترتيب ولكن الآن إحنا عم نشوفه على أرض الواقع فهذا بصراحة إشي كتير مدعا للسعادة والفخر أنه إحنا من خلال سوق الكرك الأسبوعي التراثي جارة القلعة يعني رح يتم توفير ما لا يقل عن سبعين فرصة عمل لأصحاب المهن والحرف بمحافظة الكرك هاي الفئة اللي سبعين بتشمل النساء وشباب وأشخاص ذوي إعاقة بتعطي فرص عمل بتعطي ترويج سياحي لمدينة الكرك بتعطي إحياء لوسط المدينة اللي كنا نارب بالظروف بالفترات الأخيرة صار فيه كثير ظروف أدت لها يعني شوي السياحة تأخرت شوي الأوضاع الاقتصادية تأثرت هذا كان هدف المشروع أنه إحنا نشتغل على التمكين الاقتصادي للناس بهاي المحافظة نستقطب الأردنيين من خارج المحافظة حتى يزوروا محافظة الكرك يعني الكرك بالأول وبالآخر هي ساعة وربع عن عمان ولكن في كتير من الناس ما بعرفوا أنه هي قريبة بهذه المسافة فعبينا يكون فيه فعاليات ثقافية فعاليات ترفيهية للأسرة بمعنى سوق جارة القلعة هو مش بس بيع منتجات هو فيه فعاليات للأسرة فيه أكلات تراثية فيه حتى ألعاب تراثية الألعاب اللي إحنا كلنا نلعبها زمان زي الحجلة وزي الأشياء هاي اللي هي يعني ترسخت في ذاكرتها فإحنا عم بنحاول حتى ببناء السوق وبطريقة الصياغة وطريقة عمل التصميم للسوق أنه إحنا نعيد كل إشي للتراث الأصلي هذا الطابع اللي إحنا اخترنا للسوق بل الضبط وعشان هيك داخل السوق أنت ما رح تلاقي ولا واحدة من الخيام بتبيع شيء مصنع مش حرف يعني مش يدوي يعني ما رح تلاقي بضائع مشترى إحنا كنا حريصين لما اخترنا البائعين اللي يكونوا موجودين بهذا السوق أنهم يكونوا منتجين وليس تجار بمعنى كلها حرف يدوية كلها مهن تراثية كلها مشغولة بالإيد وفي كثير من المعروضات رح يتم الشغل فيها مباشر قدام الزائريين هذا كان الهدف وبهمني أنا يعني برضو لما نحكي عن السوق نقول أنه هو تكاتف مجموعة جهود من أكثر من جهة يعني مركز قلعة الكرك الاستشارات والتدريب جهة منفذة بالتعاون مع وزارة السياحة وزارة الثقافة بلدية الكرك الكبرى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبدعم من مشروع دعم البلديات الممول من الوكار الأمريكي للتنمية اللي طبعاً لازم نشكرهم على هذا الدعم وعلى دعم فكرة المشروع بمحافظة الكرك لأنه إحنا بصراحة تكاتف الجهود من كل الجهات اللي أنا بحكيها وكل القطاعات مش بس اللي أنا ذكرتهم يعني إحنا الحمد لله لغاية الآن ما في حدا نطرح عليه المشروع أو نحكي عنه ووجه بالرفض أو بأي إشارات سلبية لكل داعم أهل الكرك متحمسين البائعين متحمسين منطمح إن شاء الله نكون الإفتتاع يعني إحنا بنستناكم يعني الجمعة الجاي وهي دعوة مفتوحة لكل حدا بيسمعنا وبشوفنا بهاي الحلقة أنه نزورنا الكرك بالضبط يعني بنستناكم في الكرك والهاشتاغ اللي إحنا حطنا يلا على الكرك وحياكم الله بالكرك ويعني برضو بنرجع لموضوع تكاتف الجهود لما إحنا تعاوننا مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة مشكورين وزارة السياحة تم وضع السوق على برنامج أردن جنة بمعنى أنه أي أسرة أردنية بإمكانها أنها تطلع من عمان أو من أي محافظة ثانية تروح على الكرك تقذي اليوم تزور السوق تزور المواقع السياحية بيتغدوا وبرجعوا وهي بتكلفة عشر دنانير يعني هي تكلفة بسيطة بتهمنا أنه الناس تيجي تشوف نذكر أستاذ إسراء بأنه الافتتاح إن شاء الله سيكون يوم الجمعة إن شاء الله بنتحدث عن أي ساعة الافتتاح سيكون يوم الجمعة الساعة الثلاثة برعاية دولة رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاونة نعم يعني إحنا بس أول يوم الافتتاح الساعة الثلاثة ولكن بقية الجمعة سيكون الافتتاح من العشر صباحا حتى السابع يعني إحنا حبّين من قبل نهاية اللقاء دعوة لكل إخوانا المشاهدين أنه زيارة هذا السوق يوم الجمعة وهو مستمر على مدار العام مدار السوق كل جمعة كل ساعة نعم صحيح هذا السوق مستمر على مدار العام وبهمنا برضو أنه إحنا البائعين والبائعات لن نتقاضى منهم أجور استخدام الخيم اللي هي معدلة للمعروضات فهو المشروع بما أنه يعني مرة تاني هو مشروع ممول ومدعوم فبالتالي إحنا لا نتقاضى أي تكاليف من البائع وأصحاب الحرف والمهن كل الشكر إليك الأستاذة ضوية إسراء ضوية المحاديين على تواجدك معنا وكل التوفيق لكم وإحنا فخورين فيكم وإن شاء الله يارب كل هذا التوفيق لجميع المشاركين في هذا المشروع إحنا فخورين فيكم ويلا على الكرك كلنا يوم الجمعة أهلا وسهلا فيكم بانتظاركم جميعا أهلا وسهلا فيكم أكيد ودعو من خلال شاشة التلفزيون الأردني إلى كل إخبار مشاهدين زيارة هذا السوق جارة الكرك يوم الجمعة الافتتاح رح يكون ودعوة للجميع لا يزوروا مناطقنا الجميلة جدا نفتخر فيها أكيد أكيد ونحن مكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم من يوم جديد وساعة الأخيرة مع مطبخ يوم جديد مع العزيزة جدا أشرف على نيروخ وصفات لذيذة وشهية ومنوعة ودائما مختلفة بترككم في أمان الله ديروا بالكم مع حالكم وما تنسوا الجمعة نروح كلنا على الكرك لأنه نستحق ندعم نشمياتنا وأبنائنا اللي عندهم مشاريع هذه المشاريع هي ريادية مشاريع صنعت باليد بكل حب لكم حتى أنتم تغطنوها وتخلوها في بيوتكم فما تنسوا نروح على الكرك أكيد وبإذن الله نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة أخرى ومواضيع أخرى إلى ذلك الحين دمتم وداموا الوطن